فالصيافة الإسلامية أمورها في ليبيا الآن لا تستقيم ولا بد أن يعاد النظر فيها وأن تعاد فيها الرقابة الشرعية بصورة صحيحة نافذة وفعالة لمجرد أن الناس يعينونها هكذا أنت في الرقابة الشرعية وهو لا يمكن لا تمكنه إدارة المصر من الاطلاع على ما يجي داخل المصر أعمال صحيحة مثل الفساد الإداري في كل مكان إذا أنت بتعمل رقابة الشرعية معا لابد أن تمكنها ولابد أن تأتي عن المصرف وتطل على أوراقه وتعمل زيارات مفاجئة تشوف كيف المعاملات ماشية هذا كل غير موجود الآن وإذاك الناس عليهم أن يتحروا ولا ينخدعوا من مسأة صرافة إسلامية ولا مرابحة إسلامية في هذه الأوضاع السيئة الآن